خلينا نقف أكتر عند حرط اليهود ودور حرط اليهود والمخرج منذ العدل والرائعة كبيرة جداً صفاء الطوخي ومن نشالة بيه لا لا كنت بجد كمان وده كان في رمضان والناس والجمهور برضو أشادوا بدورك في حرط اليهود طبعاً أنا بحب قوي حرط اليهود لأن برضو فكرة أنا منذ كمان من المخرجين اللي أنا بحبهم قوي بحب يشتغل معاه لأنه هو شفني في الداعية لها الستة الطيبة بتاعة الملوخية والمحشي وكيه شفني في الرقاصة في الرقاصة حرط اليهود فدي أنا بحب قوي المخرجين اللي بيصدقوا فيه أن أنا ممكن أعمل حاجات مختلفة فأنا بحب جداً منذو حرط اليهود كانت تجربة بالنسبة لي فيها طبعاً لأنه أطلع رقاصة وكدهوت وطرس رقاصة وطرس خايبة شوية في الرقص يعني أنا بس حضرتي له إزاي؟ روحتي قعدتي آه طبعاً أنا عملت تحضير كتير قوي في موضوع الرقصة تحديداً كمان طبعاً النتيجة دي مش أحسن نتيجة في الرقصة بس أنا يعني ده كده بعد ده كده بعد ما فكيت قوي يعني طبعاً آآ الأول كان فيه بنت اسمها دعاء بتمراني وبعد كان أستاذة لوسي مرانتني وبعدين من دكتورات في عوض يعني عملنا حاجات كتير قوي في الموضوع آآ والدور نفسه كمان بعيداً عن إنها بترقص يعني هي الدور نفسه كان عجبني قوي كان تركيبة وغلوية وحطة منا في دماغها تغير منها كنت كنت فزيعة وأنا ومنا صحاب برضو عشرة عمري يعني فكان أول مرة نلتقي بعد حديث الصباح والمساء اللي هو قبلها بسنين طويلة قوي فكانت حلوة قوي مع العدل جروب طبعاً اللي هو أكتر ناس اشتغلت معاهم وأكتر ناس لا العدل جروب يعني دول عملوا تاريخ للدراما بزاب بزاب أساذة في الدراما بزاب تليفزيونية يعني حلو جنتم مفتقدينهم جداً يعني تليفزيونية